العنوان الرجل ممكن يكون مظلوم عشان برضو ما نبقاش متحيزين ستات ببعض اه طبعا ممكن يكون مظلوم ممكن يكون الاتنين ممكن يكون ظلم ومظلوم اه طبعا اي طرف اي طرف لا يجيد الدفاع عن نفسه او لا يملك من المهارة ان يسوق لاخطاءه ويدعي بها ان له حق هيبقى مظلوم سواء رجل او ست اي واحد منهم اي واحد منهم نفس السؤال دكتورة عمل هتستعجبي الاجابة انا رأيي ان الراجل اه طبعا فيه قاعدة يعني بتقول ان مشاعر الناس ما تتحطش في اولب وفيه قاعدة بتقول انه ما فيش نضاش نعمم حاجة على البشر كلهم فما داش عمم ان الرجالة كلها مظلومين او رجالة كلها ظلمة ما ينفعش لكن انا شايفة انه في الوقت يعني في المرحلة كم سنة الاخرانيين الخطاب والبرامج والسوشيال ميديا وكل القصة دي قلبت المواجع على الراجل لا زلمت الراجل جدا وحطيته في صورة المجرم اللي جاي يخطف ولاده او اللي جاي يضرب مراته او اللي جاي يقتل مش عارفة مين يعني اللي جاي يهين ويدرب يعني حطيته في صورة وحشة قوي وفي الحقيقة انا بعتبر الناس اللي بتاهم كدول استثناء من القاعدة مش دول القاعدة الاصف الامور انه فيه راجل محترم وانه فيه ستة محترمة الاستثناء انه يبقى فيه راجل انا اسفة مش محترم أو في ستة مش محترمة ماينفعش خالص أعمر